تتطور الأحداث في سوريا لدرجة أنها تقلب الحسابات في الدول المجاورة فالهجوم الأخير الذي شنته إسرائيل على هدف داخل الأراضي السورية تشف عن عمق الأزمة لدى النظام هذا الهجوم مساعد على جس نبض كل الأطراف ومنها روسيا التي يعطي سكوتها مؤشرا لبشار الأسد وللأطراف الخارجية عن مدى استعداد الروس لاحتمال هجوم عسكري المحللون يقولون إن هجوما كهذا وبهذه السهولة سيغري سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوارط في تكرار هجماتها كلما لاح لها هدف معين وهو ما يشكل معضلة أمام الدول الغربية التي قد تجد نفسها مضطرة لمعالجة الموضوع والتدخل عسكريا لمنع انتقال السلاح بين سوريا ولبنان خاصة السلاح الكيميائي حيث سبق وأن أعلنت هذه الدول أن أي استخدام لهذا النوع من الأسلحة سيواجه برد عسكري ويقول المتتبعون إن إسرائيل ترفع جهوزيتها يوما بعد آخر حيث اتخذت إجراءات إضافية تبدو استكمالا لمقامت به قبل الغار على جمراي السورية ونشرت بطاريات سواريخ لاعتراض السواريخ السورية ثم أجرت عملية تبديل بالغة الدلالة بين جنودها فحالة الهدوء الذي تعيشه جبهة الجولان منذ عقود لم يعد مطمئنا لجانبي الصراع بل تحول إلى غموض غموض عززه احتمال نقل سوريا لأسلحة إلى لبنان المجاورة فبحسب صحيفة واشنطن بوست فقد حددت أربعة أنواع من الأسلحة تخشى إسرائيل رسالها وهي أنظمة الدفاع الجوية وصواريخ باليستية بالإضافة لصواريخ بر بحر وأخيرا الأسلحة الكيميائية الخبير الإسرائيلي الذي قدم هذه التصريحات أضف كذلك أن إسرائيل جاهزة لإطلاق هجمات كلما شككت بعملية انتقال سلحة من الأنواع المذكورة التصريحات هذه يعززها أول تصريح علني لمسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي قائد وحدة ناحل يهودا فوكس الذي كان أعلن قبل أيام عن ضرورة حرب ثالثة مع لبنان تكون قادرة على تحطيم قوة حزب الله وتدمير البنى التحتية لتلسانته الصاروخية ومن ثم ضمان الهدوء لفترة طويلة على الحدود الشمالية حيث نقل موقع صحيفة يدعو تحرنوت العبرية عن فوكس قوله إن حزب الله يحصل على صواريخ متطورة وبعيدة المدى من سوريا بهدف استخدامها ضد إسرائيل تقدر إسرائيل أن يكون حزب الله قد جمع منذ حرب يوليو تموز عام 2006 نحو ستين ألف صاروخ منها صواريخ سكود يتعدى مدها ستمائة كيلومتر والتي يمكن أن تصل إلى أي نقطة في إسرائيل وتخشى أيضا من نقل أنظمة أسلحة روسية بحرية من سوريا إلى حزب الله خصوصا صواريخ ياخونت التي تحمل رأسا مدمرا غير مرئي للرادار الذي يوجه عن طريقه ويستطيع إصابة أهداف على بعد 300 كيلومتر شكرا